أنا بقول لأبو عيوطة بهيدين حسن اللي كل ما نتكلم عليه عايات زي الستات بقول له تقريرك مكانه في سلة المهملات تقريرك وكل محتوى من ملاحظات بتكلم فيه على حقوق الإنسان في مصر مكانه لدينا اللي بيستحقه هو أن يستقر في سلة المهملات ونلحق به حضرتك نغدك كده على بعضك ومكانك انت كمان في سلة مهملات التاريخ وقناة الجزيرة اللي بتاخد الموضوع وتنشره هي كمان وصاحبها وملكها والعاملين فيها مكانهم عندنا أصدق في مزبلة التاريخ وأنا بقول ثاني لبهيدين حسن يعني الأسماء اللي أنا عرضتها من أول الحلقة الغد دلوقتي أعيدهم ثاني أفكركم ثاني هذا العقد الشيطاني الموجود من أول معصوم مرزوق لإبراهيم مونير لحسن نفع لعليل أسواني لبهيدين حسن كل واحد من دول كل اسمي بقوله من فضلكم ارجعوا شوفوا اكتب على جوجل وتفرج عليه أو خش على فيسبوك وشوفوا بيقول ايه كيف يقطر حقدا على الدولة المصرية والله ليس بيني وبين أحد من هؤلاء خصومة لا سابقة ولا لاحقة إلا ما يتداولونه وإلا الوضع العام ما فيش أي مصلحة شخصية معاذ الله أنا أكون هكذا لكن قادي بهيدين حسن شغال بيقبض أقسم بالله العظيم بيتكلم الكلمة بفلوس كل تقرير كل ورقة كل صفحة بفلوس على الأسواني ده اللي عامل فيه زعيم والله لو لا أنه الدعم الخارجي اللي بيجيله وكتب اللي بيغضوه بره ومش عايز أحكي في قصص كتير بتحصل كل هؤلاء مرتزقة لا يعرفون من الوطنية إلا التنطنة فقط إلا الكلام فقط إلا الحديث الأجوى فقط ترجمة نانسي قنقر